السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو بصحة وعافية وأحوال تامة وطبعات الحال مع آخر الأخبار وآخر مستجدد اليوم سنتحدث عن التطور الأخير في العلاقات السعودية الإيرانية وكذلك سنرى مستقبل قريب سترجح لحلقات المغربية الإيرانية فبقوا معي نرى التفاصيل دائما نتمنى أن تدعموا هذه القناة بالضغط على الزر إعجاب كذلك دعمونا بالبارتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا فعلى بركة الله نبدأ وصول بالموضوع أكيد إخباني أخواتي أن الكل تفاجئ بالقرار للعودة العلاقات السعودية الإيرانية ومن خلال هذا القرار قاموا بالاتفاق بإعادة فتح السفرات في غضون شهرين وذلك في بيان تولاتي مع الصين التي استضافت مباحثات سرية بين الطرفين يعني الضامن هنا هو الصين فوزير الخارجية الإيراني قال بلي العودة دي العلاقات ما بين سعودية وإيران غد يوفر إمكانيات كبيرة للمنطقة وللعالم الإسلامي وكما قلنا الضامن هو الصين فقبل ما ينتشر هذا الخبر أو ما ينفجر هذا الخبر دي العودة العلاقات للسعودية الإيرانية من خلال صحفات وسج واللي قالت بلي السعودية شرطت على أمريكا نفس الشروط المغربية لإسرائيل باش رجعت مع هالعلاقات أي أن المملكة العربية السعودية أرادت تعهدات أمنية أمريكية وتساعدها في إنشاء برنامج نووي سعودي من أجل السلام مع إسرائيل كما أن السعودية تريد جلب استثمارات دفاعية وأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لأراضيها وبالتالي هذا الاتفاق مع إيران نوع من الضغط السعودي لكل من أمريكا وإسرائيل للحصول على مراضيها فهنا السعودية كانت تنتظر مفاوضات من أمريكا ويكونوا مفاوضات يقلسوا فوق طاولة مسألة سياسية كيف موقع في أحداث هذا الشتنبير يقلسوا سياسيين وتفاوضوا لكن أمريكا غير سمعت هذا الخبر أو هذا القرار ديال تطبيع العلاقات ما بين إيران والسعودية لإعتبرته قرار ضد المصلحة ديالها مشات كتقلب على بادي للبترول لدرجة أنها مشت عند أكبر عدولها وهو رئيس ديالبينيزويلا لهو مادورو فمن ناحية دي المحللين وسياسيين كيقولوا بهذا الاتفاق اللي كان ما بين سعودية وإيران لن يدوم أكثر من ستة أشهر فالاتفاق الإيراني السعودي إذا استمر غدي شكل واحد تحول استراتيجي في المنطقة ديالشق الأوسط يمكن أن نفسر هذا الشي من خلال هذه النقطة اللي غدي نقول لكم هو أول حاجة غدي كون ضمان الأمن القومي السعودي وإعلان نهاية الهجمات الحوتيين من جهة ضمان الأمن القومي الإيراني من جهة أخرى في حالة هجوم أمريكا إسرائيل على المنشأة النووية وبالتالي السعودية ما غديش كون عندها يد في هذا الهجوم أمريكي الإسرائيلي أيضا السعودية تهدف من خلال هذا الاتفاق أنها تحكم في الأمن الطاقي العالمي وإعادة بناء كارتي الجديد لأسوق النفط وترجع السعودية لسابق عهدها برياضة الجامعة العربية انطلاقا باحتضانها القمة العربية المقبلة بالرياضة فأما اقتصاديا فالسعودية من خلال هذا الاتفاق قد ترهن على التوغل الاقتصادي في العمق الإفريقي عن طريق الحالي في الأول الاستراتيجي اللي هو المغرب وكذلك عن طريق جنوب إفريقيا اللي كيتعتبر هاجو الدول يعني المغرب وجنوب إفريقيا أقوى الدول بالقرى الإفريقية أما فيما يخص المملكة المغربية والعلاقة السعودية المغربية والعلاقة الأخوية اللي كتجمع بين هذ البلدين كذلك العلاقة الاقتصادية الصينية اللي كتربط المغرب بالصين والاتفاقية بخصوص عدم تدخل البلدين في الشؤون الداخلي لبعضهما واحترام سيادتهم على أرض كليهما يعني ديالصين والمملكة المغربية هاد الشراه ورقة رابحة فيد المملكة المغربية الشريفة وبنسبة للعلاقات الدولية لا صدقة دائمة ولا عدوة دائمة بل هناك مصالح متبادلة فاللي معروف على السياسة الخارجية المغربية عندها مناهج واستراتيجية وفي هاد الأمور كتكون حاسمة هاد الأمور لا تخطئ أبدا فالمغرب حرف القرارات دياله إلا ما بغشير العلاقات دياله مع إيران هاد شي ما غاديش يكون عنده تأثير على العلاقات الأخرى سواء كانت حليفة أو صادقة أو غيرها دالك المغرب دائما غادي بسياسة دياله رابح رابح أي حاجة كتفيد بلاده فبسم الله المغرب ملقت على العلاقات دياله مع إيران بسبب تدخل حزب الله في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية الشريفة كذلك بسبب تدريب حزب الله للبوليزاليو الإنفصاليين هاد شي لي عززوا المغرب بدلائل وفق البطهران اللي فجرها بكل شجاعات سيد ناصر بوريطة ودائما المغرب كيتاخذ القرارات دياله بما ينفع ومصالح الدبلوماسي السيادية العليا سورها ما انتشر هاد الخبر ديال رجوع العلاقات الإيرانية السعودية الهوكيين ما غديش يتكلموا على رجوع العلاقات السعودية الإيرانية بل غدي يخصهم يدخلوا المغرب في هذا الموضوع يعني دائما يخصهم مواضع ديالهم تكون فيها المغرب كيقولوا المغرب والورطة الإيرانية أنهت المملكة السعودية خلفها والجمهورية الإيرانية واستأنفت العلاقات ديبلوماسية بينهما بعد قطعة كبرى وأزمة عدة ولم يعد الاحتلال المغربي من وجهها خليجية للتزلف يعادي بها إيران بحجة دعمها لجبهة البوليزاريو لم يربح الاحتلال المغربي من إفكه شيئا فالسعودية لا تحتاج مساندته مساندة حلف ضد إيران وهو يد التسول الممدودة نحوها على الدوام وأمريكا أكبر من أن تعتمد على الويشاية في رسم سياستها الخارجية وتخطيط صراعتها فإخواني أخواتي الكلاب ديال حديقة الحيوان الشرقية غير شفوا هاد الخبر سرعان مبدو كيعلقوكي قلوب لسعودية مع قلاتش على المغرب وأن الخاسر الأكبر في هاد الموضوع هو المغرب ففعلا هاد الناس ما كينش بحالهم قمة الغابع المغرب راه هو المستفيد الأكبر في هاد الصراع ما بين دول الشرق الأوسط وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل صبحوا أكبر داعمين للتحالف لكي تشكل ضد إيران والإنضمام لهذا التحالف ولو بشكل شكلي فتح مخازن السلاح لإسرائيلية يوجه المملكة المغربية الشريفة لذلك اليوم المغرب عقد أكتر من 200 صفقة في سنتين 35% من هاد الصفقات كتهم تصنيع العسكري بالمغرب ونقل تكنولوجيا وهذا الشي اللي ما حققوش المغرب لسنوات عديدة أو عدة في العلاقات دياله مع إيران وبالنسبة لخروج سعودية من التحالف غادي يزيد من مكاسب المملكة المغربية فإخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر فكنتمنى منكم أنكم تدعموا هذه القناة بالضغط على زر إعجاب كذلك البارتاج والاشتراك وما تنسوش أنكم تدعمونا بالتعاليق فهي خارطة الطريق ديال هذه القناة فإخواني أخواتي شكرا الحسن المتابعة شكرا الحضور ديالكم دائم شكرا كذلك التعاليق ديالكم والدعم ديالكم متواصل ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة